بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رهان محفوف بالمخاطر كيف خلطت اوكرانيا الاوراق بدخولها الاراضي الروسية ولماذا يعد هذا التوغل تحولا خطيرا للتفاصيل كونوا معنا حتى النهاية باغت الجيش الاوكراني القوات الروسية في السادس من اغسطس اب 2024 بهجوم على منطقة كورس الروسية مما تسبب في خلط اوراق الحرب بعد اسابيع من الجمود على الجبهة الاوكرانية وفق مختصين وعلى الرغم من ان رهان كيف يبدو محفوفا بالمخاطر في ظل نقص الامكانيات البشرية والمادية الا ان العملية سمحت باظهار مكام ضعف الجيش الروسي ووجهت ضربة للدعاية الرسمية للكريملين فيما صرح الرئيس الاوكراني فلودومير زيلينسكي ان الامر يتعلق بنقل الحرب الى روسيا بحسب تقرير لموقع فرنس 24 هذه التطورات على الساحة الروسية الاوكرانية تشير الى ان القادم قد يكون لديه تبعات كبيرة على العالم برمته وليس اوروبا واوراسيا وقد يدخل العالم في حرب عالمية ثالثة كما قال نائب مجلس الدومة او مجلس النواب الروسي وعضو لجنة الامن ميخايل شيرميت شيرميت قال لوكالة انباء رايا نوفيستي انه بالنظر الى انه تم الكشف عن وجود اسلحة غربية وتم قصف البنية التحتية المدنية بذخائر وصواريخ اجنبية الصنع وتم تحديد وجود ادلة دامغة على مشاركة واسعة النطاق لممثل الدول الاجنبية في الهجوم على الاراضي الروسية يمكننا ان نخلص الى ان العالم على شفى حرب عالمية ثالثة وتقع مسئوليتها بالكامل على عاتق الدول الغربية لكن على الرغم من النجاح الذي حققه الجيش الاوكراني الا ان الكثير من المحللين يرون ان هذا التقدم محفوف بالمخاطر وقد يعيد الكرة من جديد ضد اوكرانيا لا سيما وان كييف ليس لديها القدرة على احكام السيطرة على المنطقة التي دخلتها في الاراضي الروسية ماذا حدث؟ قبل ايام كان العالم الروسي الابيض والازرق والاحمر يرفرف على واجهة مدرسة في قرية روسية على الحدود مع اوكرانيا وبعد بضعة ثوان سحبه جندي اوكراني ورمه ارضا تم تداول هذه الصورة على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي الاوكرانية وهو امر لم يكن متوقعا قط قبل بضعة اسابيع الا ان القوات الاوكرانية تواصلت الخميس 15 اب اغسطس عملياتها العسكرية في منطقة كورس الروسية الحدودية حيث قامت بتحرك عسكري مباغت بعد اسبوع من اطلاق هذا الهجوم تؤكد كييف سيطرتها على 1150 كم مربعا و82 قرية في هذه المنطقة التي تمثل قاعدة خلفية لموسكو في الحرب بشرق اوكرانيا من جهتها اقرت السلطات الروسية خسارة السيطرة على 28 بلدة مضيفة ان توغل القوات الاوكرانية يمتد على منطقة بعرض 40 كم وبعمق 12 كم وحسب احصاء قامت به وكالة الانباء الفرنسية بالاعتماد على مصادر روسية نقلها معها الدراسة الحرب الامريكي حققت القوات الاوكرانية توغلا على مساحة 800 كم مربع في منطقة كورسك وعلى سبيل المثال حققت روسيا تقدما ب1360 كم مربع في الاراضي الاوكرانية منذ الاول من كانون الثاني يناير 2024 وفق تحليل وكالة الانباء الفرنسية بدوره اعلن قائد الجيش الاوكراني الخميس اقامة ادارة عسكرية في منطقة كورس وقال سيركي خلال اجتماع مع الرئيس زلينسكي ان هذه الادارة مكلفة بتولي شؤون المنطقة وضمان الامن فيها والاشراف على المسائل اللوجستية للقوات الاوكرانية كما اعلن الرئيس الاوكراني زلينسكي ان قواته سيطرت بالكامل على مدينة سوديا في منطقة كورس الروسية فكيف يمكن تفسير التقدم الاوكراني السريع وما هي استراتيجية كييف وما تداعياته على النزاع بين البلدين توغل مباغت في منطقة قليلة الحماية بدأ التوغل الاوكراني في منطقة كورس اثر شروق شمس السادس من اب اغسطس في حدود الساعة خمسة ونص صباحا وفق رئاسة الاركان الروسية في المجمل وفق موسكو توغل الف جندي اوكراني والاف حسب كييف في هذه المنطقة الحدودية مع احد عشر دبابة واكثر من عشرين عربة مدرعة اضافة الى طائرات مسيرة للوهلة الاولى يبدو ان هذا الهجوم لم يواجه مشاكل كبيرة ويعود ذلك الى ان الانتباه منصب منذ عدة اشهر على منطقة الدنباس حيث تتركز المعارك ويفيد خبراء عسكريون بان منطقة كورس لم تكن تتمتع بحماية كبيرة روسيا لم تكن مستعدة لحدث مماثل وفق قراءة الجنرال بول باليمروس القائد السابق للقوات الجوية الفرنسية الذي وصف كورسيك بانها منطقة رخوة لا تتمتع بالحماية الا من عساكر التجنيد الالزامي لم يكن الامر شديد الصعوبة وفق توضيح ستيفان اودرين المختص في المخاطر الدولية في تصريح لجريدة لومند الفرنسية منذ خريف 2022 كانت الجبهة التي تقع شمال الدنباس هادئة باستثناء بعض الغارات لم يكن هناك سوى خطين دفاعيين بسيطين بعض حقول الالغام وعدد قليل من الرجال مئات من اعضاء جهاز FSB والدرك الوطني الروسي الحدود لم تكن محمية لم يكن هناك سوى الغام مضادة للأفراد موزعة بالقرب من الاشجار على قارعة الطريق والغام اخرى نجحوا في زرعها على طول الطريق السريع وفق تأكيد جندي اوكراني لوكالة الانباء الفرنسية وبما انها بعيدة عن مركز المعارك كانت منطقة كورسيك اذا هدفا سهلا من اي مكان اخر على الجبهة الممتدة على طول 960 كيلو متر في شرق وجنوب اوكرانيا اضافة الى هذه الجبهة غير المتوقعة فان عامل المفاجأة كان كبيرا جدا على موسكو في ظل تكرار السلطات الاوكرانية منذ اشهر بانها تعاني من نقص في الجنود والذخائر وبالتالي كيف يمكن في هذا السياق تخيل انها قادرة على اطلاق هجوم بهذا الحجم هذه العملية كانت مفاجئة ايضا للأوكرانيين لم يكن احد يتوقع رؤية ذلك وفق تأكيد تنيان اوغاروفا الصحفية ومسؤولة القسم الدولي في مجموعة اوكرانيا كيريس ميديا الا ان تقرير سلم الى السلطات الروسية قبل شهر من الهجوم اشار الى رصد قوات بالقرب من كورسك واكدت المخابرات ان هناك استعدادات لشن هجوم وفق تأكيد اندري جوريليف النائب في البرلمان الروسي والعسكري السابق الرفيع في الجيش في تصريح لنيورك تايمز الا ان رئاسة الاركان لم تصدق ذلك او لم ترد تصديقه زعزعت الجيش الروسي امام التقدم السريع للجيش الاوكراني تأخر الرد الروسي في القدوم فبينما تركز قواته منذ عدة اشهر على جبه شرق اوكرانيا فان فتح هذه الجبهة اجبر موسكو على تحريك قوات بشكل عاجل لحماية المنطقة من المؤكد ان ذلك يمثل جزءا من الاستراتيجية الاوكرانية وفق بالوروميس من خلال هذه العملية اجبر الاوكرانيون الروس على كشف قدراتهم العسكرية واعادة تنظيم صفوفهم من خلال تحريك جنود الى كورسك لم يكن مخططا لهم ان يكونوا هناك لا احد يعرف الاهداف الدقيقة للجيش الاوكراني لكن هذا التوغل يبدو مثل عملية انقاذ وفق تاتانيا اوغاروفا التي تضيف الخطوط الاوكرانية لم تتحرك منذ عدة اشهر وبالهجوم على روسيا اجبر الجيش الاوكراني روسيا على تسليط الانتباه على مناطق اخرى وتغيير ديناماكيته خلال الساعات الماضية ما زال الوضع غامضا على الارض فيما اعلنت السلطات الروسية وقف التقدم الاوكراني بعد ان ارسلت تعزيزات واسلحة الى المنطقة منها قاذفات صواريخ ومعدات عسكرية ثقيلة ودبابات هو ما سارع الرئيس الاوكراني زلينيسكي الى تكذيبه مؤكدا تواصل التقدم في منطقة كورسك ومنذ بداية اليوم تقدمنا لكيلو متر او اثنين في مناطق مختلفة مضيفا انه تم اسر اكثر من مئة جند روسي ايام مقبلة حاسمة يبدو ان الايام المقبلة ستكون حاسمة فهل ستنسحب القوات الاوكرانية ام انها ستحاول الحفاظ على مواقعها اعلنت كييف الاربعاء فتح ممرات انسانية في المنطقة الروسية بهدف حماية سكان المنطقة الحدودية من غارات العدو اليومية وفق تصريح وزير الداخلية الاوكراني الا ان الجنرال جانبول يشدد على ان العملية الاوكرانية تخدم بالاساس استراتيجية سياسية قائلا هذا التوغل في اراضي روسية هو مخاطرة بالنسبة للاوكرانيين لاعادة المسك بزمام الامور الجميع يعلم ان الاشهر المقبلة قبل الشتاء ستكون حاسمة وللاوكرانيين مصلحة في اعادة خلط الاوراق ليكونوا في موقع قوة من خلال اضعاف الجيش الروسي على الجبهة الشرقية فلاديمير بوتين في موقف حرج مهما كانت النهاية العسكرية للتوغل الاوكراني فانه شكل صفعة للسلطات الروسية وفلاديمير بوتين فقد ادى الهجوم على كورسيك الى مقتل 12 شخصا واصابة 121 اخرين من المدنيين بينهم 10 اطفال وتم اجلاء 121 الف شخص وتم ارسال مساعدات عاجلة للمناطق الحدودية وتنظيم رحلات عبر القطار اضافية الى موسكو في منطقة بيلجرود الحدودية ايضا مع اوكرانيا تم اعلان حالة الطوارئ الاربعاء مع عمليات اجلاء اقل نطاقا وهو ما يوجه ضربة الاستردية الرسمية للكريملين التي منفك يؤكد بان العملية العسكرية الخاصة في اوكرانيا تحت السيطرة وفي مؤشر على الاحراج في الكريملين بدى بوتين متوترا في كلمة متلفزة وامر جيشه بطرد العدو الى خارج روسيا وتخلص اوغاركوفا الى القول سياسيا انها ضربة كبيرة لبوتين الذي لم يكن يتوقع هجوما مماثلا وهذا يؤكد ان روسيا اضعف مما تريد ان تظهره اما على الجانب الاوكراني فان العملية تعطي انطباعا بان الامور تتحرك بشكل يدعو الى التفاؤل ماذا تنتظر المنطقة الساعات القادمة هذا ما سنتابعه سويا متابعين الاعزاء في الختام لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر